السلام عليكم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان وحلقة جديدة بل حلقة خاصة جدا من الأهل خط أحمر أهلا بك فارس أهلا بك يا أسامة وأهلا بكل مشاهدي لأهل خط أحمر في حلقة مهمة كتاريخ وكعدد مهم جدا التواصل معكم فيها من 3 سنين وشهر و15 يوم بالتحديد كانت الانطلاقة لبرنامج الأهل خط أحمر كان فات أيام بسيطة فقط لغير على الانطلاقة دي كانت بدايتنا توضيح معنا الأهل خط أحمر لما قلنا زي ما الأهل فوق جميع أبنائه الأهل خط أحمر أيضا خط أحمر أمام جميع أبنائه وبما أننا لن نسمح بتجاوز أبناء النادي الآلي الخط الأحمر فبالتأكيد لن نسمح بتجاوز المنافسين الخط الأحمر كنا على عهد معاكم خلال 3 سنين وتحديدا خلال 100 حلقة يمكن البعض يرى هذا الرقم صغير جدا مقارنة بالتأثير اللي بنشكر أكيد حضراتكم عليه ومش بس بنشكر حضراتكم عليه لا إحنا لازم أولا يعني بنشكر ربنا على توفيقه رقم واحد بنشكر مجلس إدارة النادي الآهلي اللي استوعب الكوادر الشابة وفكر في إعلام النادي الآهلي وكلنا عارفين كواس قوي أن إعلام قناة النادي الآهلي هو الإعلام الباقي للنادي الآهلي خاصة والإعلام الرياضي المحايد أصبح بشكل كبير جدا غير محايد بنشكر مجلس إدارة شركة استادات شركة لايف بقيادة الأستاذ سيف الوزيري ونائبه العميد محمد مرجان بنشكر كابتن إسلام الشاطر وكابتن أعاب الخطيب على الدعم خلال المشوار أيضا بنشكر الأستاذ محمد كامل لما كان موجود بالتأكيد البداية كانت مع دكتور محمد العدل فما ينفعش نوصل للحلقة المية دون شكر هذا الرجل اللي كان شرارة برنامج الأهلي خط أحمر فكل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور محمد العدل وشكرا أيضا لشركة النادي الآهلي للإنتاج الإعلامي بقيادة الأستاذ محمد يوسف المهم جماهير النادي الآهلي تكون استشعرت أن لما قلنا في أول حلقة المهمة صعبة بالتأكيد صعبة ولكن قلنا بدعم جماهير النادي الآهلي ممكن نقدم اللي الناس تنتظره نتمنى وصلنا للحلقة المية بالتأثير اللي احنا شفناه اللي بنشكركم عليه نكون قدمنا ولو جزء مما وعدنا به في أول حلقة في البرنامج أفارس أكيد بنشكر جمهور النادي الآهلي وبنشكر كل القائمين على التجربة أيوة لأن كل القائمين على التجربة دول يستحقوا الشكر عشان احنا كانت تجربة فعلا مختلفة اختلاف التجربة فرهان عليها والتحديات مليوم الأول والنادي الآهلي بقدرته بمجلس دارته بالكامل وعرأسهم كابتن محمود الخطيب كان لديهم ثقة في خلق إعلام أهلاوي وأزرع إعلامية أهلاوية جديدة وكوادر إعلامية جديدة كانت بداية الثقة من دكتور محمد العدل مرورا بكل مراحل القناة اللي تواجدنا فيها مع شركة استادات أو كابتن إسلام الشاطر أو أستاذ ياب الخطيب وكل القائمين على شركة استادات أو بريزنتيشن لحد ما احنا معاكم في اللحظة دي يمكن التجربة رحت لحتة كنا بدأنا نشوف يعني بعض الأسماء اللي احنا بنطلقها أو بنسميها على الفقرات هنا زار منتادة أو فار روم كنا سعداء لما بدأنا نشوف أن الأسماء دي موجودة كأسماء لبرامج وهي خرجت من الأقل خط أحمر كمان كنا سعداء أن احنا نشوف تجربة الأقل خط أحمر والسناء اللي موجود معاكم على الشاشة بيتم استنسخها حتى لدى إعلام المنافس وفي محاولة لمحاكاة الأقل خط أحمر ولكن زي ما انت عارفين الأقل خط أحمر واحد بس يمكن التجربة كمان لازم يكون فيها شكر الجمهور النادي الأهلي لأن بشوف أن جمهور النادي الأهلي بيتفاعل مع البرامج ولكن في الأهلي خط أحمر جمهور النادي الأهلي ودايما بقولها برنامجكم لأنه هو جزء وشريك أساسي في النجاح لأنها تجربة زاد طابع مختلف تجربة كسرت كتير جدا من التابعات والأعراف السيدة وكان فعلا الجمهور ليه دور كبير جدا في استمرارياتها اللي بالشكل ده ليه دور ازاي؟ ليه دور بالتأثير والمشاركة فيه؟ ليه دور في أن انت تشوف دايما الأهلي خط أحمر كان ترند في لحظات كتير جدا حتى من غير ما تكونوا عاملين هاشتاج لا كنا بنلاقي نفسنا ترند على تويتر بالمشاهدات اللي تجاوزت الملايين للحلقات ومقاطع لسه ما زلنا الناس لما بتقابلنا أو الناس بتكلمنا على السوشيال ميديا بتكلمنا عنها وفاكرينها وفاكرين كل لحظة فيها ده الدور المشترك ده الدور المشترك ما بيننا وما بين جمهور النادي الأهلي واللي احنا أكيد هنكمل فيه طول ما احنا موجودين على الشاشة طول ما احنا كمان شايفين ان النادي الأهلي فعلا خط أحمر خصوصا في وقت بقى سهل جدا ناس تنهش في النادي الأهلي وتستسهل ان هي تتطاول عن النادي الأهلي فده الدور اللي فيه النادي خط أحمر انه هو بيقول لا أبدا لن يتحول النادي الأهلي الى كيان بلا أزرع إعلامية ترد بكل قوة وبكل صدق والأمانة اللي احنا تعودنا معاكم عليها ان دايما ردنا بيستند للمنطق والوقائع مش كلام مرسل ولا شعرات حلقات كتير جدا ميت حلقة وكان المكون الرئيسي فيها ان ما فيش حلقة واحدة تطاولنا في حق حد أو مرينا بلوم أو عتاب نتيجة مخالفة أي أكواد إعلامية بالعكس كنا حرسين التجربة يكون رغم قوة الكلام ورغم شدة الكلام ولكن هي القوة والشدة النبعة من امتلاكك للحق والحقيقة وهي مش أشياء سهلة ان انت تمتلكها وأكيد شعرنا اللي بدأنا به هو التناول بلا تطاول ولكن ما ينفعش نحتفل بالحلقة المية دون أن نذكر المجهود الكبير اللي بيبذل خلف الكاميرا سواء من فريق العمل والمخرجين سواء المخرج اللي صابق محمد عمارة أو دلوقتي نجمل إخراج أحمد برجاوي كمان فريق الإعداد فريق الإعداد اللي بالتأكيد بالتأكيد بيكون له جهد جبار جدا عشان يظهر البرنامج على الشاشة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وقال لحاجة أننا نقدم لهم الشكر بالتأكيد سواء شادي صبري أو رضا غانم أو أحمد الغمري بالتأكيد دورهم كبير جدا عشان يظهر البرنامج ده بالشكل اللي حضراتكم ترضوا عنه فأنا تمنى إن شاء الله نصل معاكم للحلقة الألف ولما لا ونحن نحتفل بالأهلي خط أحمر بنفس التأثير وبنفس التفاعل وبنفس الشراق ما بيننا وما بين كيان النادي الأهلي إن شاء الله يا أسامة وأكيد عايز أقول إن إحنا كانت تفاهم على الشاشة والأفكار ويمكن فريق الإعداد استحمل معنا ده على مدار الموضوع يا جماعة من السهل إحنا يعني مرهقين جدا في الشغل وهم كانوا بيتحملوا ده وأكيد إحنا على الشاشة بنتمنى أن نكون إحنا كنا متمافقين في السنائية اللي دايما بيكون معاكم ده أكيد دايما بتشوفوا تعددية الأراء ووجهات النظر وقوتنا واتفاقنا دايما في هدف واحد هو السامة المشتركة لينا وأسامة في رحلتنا مع بعض وهي مصلحة النادي الأهلي وأهداف النادي الأهلي مش حد فينا أبدا في أي لحظة كان عنده أي مصلحة شخصية بتغلب أهداف البرنامج ده أسامة وأهداف النادي الأهلي